الـ Adverbs الظروف هي كلمات تضيف لمعنى الـ Verb للفعل أو الـ Adjective الصفة أو حتى Other Adverbs ظروف أخر يفهم بيتر بسرعة هنا وصف الظرف الطريقة التي فهم بها بيتر التقص حار جدا هنا استخدمنا الـ Adverb أو الظرف بمعنى جدا لإضافة معنى للـ Adjective Hot The children sing extremely well يغني الأطفال بطريقة جيدة جدا وهنا استخدمنا الـ Adverb extremely لإضافة معنى آخر للـ Adverb الثاني Well وهناك أقسام عديدة للـ Adverbs Adverbs of manner وهذه الـ Adverbs تبين لنا كيفية حدوث الشيء How something happens وعادة ما يأتو بعد الفعل الرئيسي The main verb أو بعد المفعول به The object Examples It trained heavily لقد أمترت بشدة He answered quickly لقد أجاب بسرعة She spoke slowly لقد تحدثت ببطء وتتكون هذه الـ Adverbs عن طريق إضافة الـ L-Y للصفة Slow بطيء Slowly ببطء Rapid سريع Rapidly بسرعة Bad سيء Badly بسوء Soft رقيق Softly برقة Beautiful جميل Beautifully بجمال Mona behaved softly لقد تصرفت مونة بطريقة رقيقة The train moved quickly تحرق القطار بسرعة Tina speaks badly تتحدث تينا بطريقة سيئة عادة ما يأتي الـ Adverb of manner بعد الـ Verb أو بعد الـ Object كما لاحظنا في الأمثلة السابقة ولكن لو كان هناك حرف جر preposition قبل المفعول به The object يمكننا وضع الـ Adverb of manner قبل الـ Proposition أو بعد الـ Object Examples The boy speaks quickly with his father Or The boy speaks with his father quickly تحدث الولد بسرعة مع والده نلاحظ أن الجملة الأولى وضعنا الـ Adverb قبل الـ Preposition ولكن في الجملة الثانية وضعناه بعد الـ Object وهو Father وقد يدع الـ Adverb of manner قبل الـ Verb والـ Object معنى وذلك للتأكيد على المعنى Emphasis He loudly spoke to his father تحدث بصوت مرتفع مع والده He softly answered his mother لقد أجاب على أمه برقة